جلنا بقى واحد في مصر يعني الافكار بقى المتمردة والحاجات اللي هي بقى غريبة شوية عالمجتمع كده الناس مشي يمين وده يمشي شمال ده بليه عم الحاج يقولك هو كده ده بليه هو كده فصلوا حصلوا عملية انفضام الشخصية هو ايه يعني الناس بتعمل ايه دي ليها اسباب طبعا دي ليها اسباب نفسية رهيبة التمرد وكل القصة كلها ان البيع عايز يقابل حد من رؤساء ومجلس الوزراء بتاعلك لا مش هنقابلك عمل ايه رد الفعل الري اكشن بتاعه الموتسكل على كبرى 6 اكتوبر الناس ماشي يمين وده شمال تلعو علي بتاع المرور والميزة اللي فيه انه هو كول قاوي يعني اللي هو انت بتكلم مين انسى بتكلم واحد بقى اللي هو يعني ما تعرفش مولود في تلاجة ما تعرفش واحد اعصابه هادية جدا ده ردع برضو زي ما احنا رضعنا كده ردع تلج مسلا ما تعرفش هو واحد راكب الموتسكل ونزلت قناة من القنوات وسجلت مع الباشمانتز راكب الموتسكل دوت ونشوف ال ايه حضرتك كنت ماشى عكس الاتجاة بالموتسكل على كبرى اكتوبر ليه؟ مش هديني زحمة تقدر تعمل كده قبل كده؟ اه قبل قبل ما كان يبقى مفيش مرور كما يجب كنت تقدر تطلع على كبرى اكتوبر بالعامل؟ مبسوط يعني انت بتكسر القوانين؟ لا مش مبسوط بس انا عايز اخلص يعني مبكر هيا هيا اسحاب الرخص لازم؟ اسحابو؟ هايزين اخدم السكل ياخدوه هيعمل وياخدوا الراكم وخلاط مش هامك؟ لا مش هامك ليه؟ هدفع الميت جيني الغرامة خمس وميت جيني هدفعها انت رأيك ان احنا كلنا نخالف القوانين وندفع؟ كلنا بس هكوننا كلنا ملتزمين اما يكون الرئيس الوزراء ملتزم احنلتزم اخل رئيس الوزراء أحيا فيلتزم احنلتزم ايه دخل دة دا ؟ نعم ايه دخل د دى ؟ لناس عايزة قابلوهم مرديش يقابلوني izi اتكلم على الايهم اي وزراء اللي مشكوا الايام دى ؟ ليه حقوق يعملو حاج؟ من اول رئيس ما عندناش رئيس جمهورية روحت الرئيس الجمهورية لا انا بتكلم علي!!! عن ناشقولك روحت الرئيس الجمهورية برضى مرديش يقابلو عندي لاش احنا حضرتك رئيس احنا منتكلم على منتكلم بنتكلم على احمد شفية مرديشها بيني بس فانت هتكسر القوانين يكسر اي حاجة بقا انت شايف ان البلد هتبقى كويسة لو كلنا عملنا زي انت عص لو انت بقوا كويسين احنا هنبقى كويسين مين انتو كل الناس يعني انت كل الناس تبقى وحشة فانت هتبقى وحشة بالزبط كده انت كده كويسة ترضي ربنا انت كده الحمد لله ألف حمد ربنا وردكم ربنا خلاص ربنا بريكلي كفر اللي بيعمل الغلط بيخجز تعوش الحاجات دي يعني أتمنتوا بتتعوش الحاجات اللي أنا اتكلمت بها دي لو أنتوا رجالة وعندكوا كرامة اعلنوا الحاجات دي لا تعليق لا تعليق علمة السادات الله يرحمه الله يرحمك يا سادات لا تعليق يقولك نا كومنت فيش تعليق الإنسان وصلت للمرحلة دي هيتخاف منك لأن كده باش همك خلاص اتخنقت توصل بقى لمرحلة ايه تبتدي تخبط في اللي حواليك تبتدي مش همك القوانين تبتدي تكسر القواعد لكل قاعدة استثناء حتى في علم اللينجويستيك علم اللغويات لكل قاعدة حتى لغوية في استثناءات لكن طالما وصلت للمرحلة دي هيعمل اي حاجة ده هو كده هادي بيتكلم من على الموتسيكل وخلاص يدفع المية جنيه خمسمية جنيه ومش فارقة لكن يا جماعة في زيه كتير في زيه كتير وصل للمرحلة دي علم النفسي يقولك ما تخافش إلا اللي مقروهش حد ليه ممكن يفجر نفسه عليك ممكن يعمل اي حاجة اللي بيقتل بعد لما بيقتل بيعودوا معا يروح الوكيل النيابة انت قتلت ليه يقولك مش عارف لحظة شيطان مش عارف طب ايه اللي خليك ايه الموتيفيشن ايه الباعث ايه الدافع ان انت دخلت وقتلت مش عارف لحظة بتيجي انفصال العقل الباطن عن العقل البشري لحظة بتيجي للانسان ان الدماغ الفكر بتاع الدماغ بتوصل لمرحلة انفصال انفصل العقل الباطن عن العقل البشري بتعمل اي حاجة بدليل كل اللي قاتلوا سواء اتحكم عليهم بيحس بالندم يقولك انا مش عارف عملتي ليه كده المرحلة اللي بيوصل بيها الانسان للمرحلة دي دي مرحلة ترعب مرحلة تخوف ترعب هنا في الولايات المتحدة الامريكية لمجرد بتهدد تقولك لا تعدد تعدد يعني ممكن تعمل فاحنا نلحقك نقعد بقى معاك نشوف انت دماغك فيها ايه ده فحنا بيحسن ان انت ممكن تهدد يبقى بتقتل الخطوة اللي جاي انك تقتل الناس دي درس يا جماعة علم نفس الناس دي درس علم نفس مش عادي بقى طاولة وضمنة وهد شاي ودي شاي ما هو فيش الا الشاي ضمنة وطاولة واعدين وطلقى واحد اعدلك خمس رجالة حواليه ودول صحابه كل يوم هم كل يوم كل يوم دول صحابه خمس رجالة لمدة خمس سنين راح فين البيع على القهوة قاعد ويروح البيت ينام يصحى ده اذا كان بيشتغل ما كانش عواطلة وهو نفس المسلسل بتاعه تبدأ عايز منه ايه ده اول يعني ده هينتج ما ده واحد الضرف في دماغه من عند ربنا ده مش محتاج حد يلعب له بدماغه او 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 يقصر على الشخصية ما فيش وده زايه كتير يا جماعة ده زايه كتير الثورة وشباب الثورة واللقام بالثورة اه في ناس فاهمة مثقفة لكن في ناس ده السيسة دخلت معاهم الناس زي ما ناشفع باي حد واحدة عايمة منهم يا عافني يا سعاد راح يا ماما بقى الثورة لما اتأخريش يا بنت طب يا ماما لو اتأخرت سأل عليها في سجن الاناطر ما طبيعي هتركب الترحيلات تروح سجن الاناطر بقى تقعد بقى هناك ازا ما قبلتش بقى محمود حسن حسين علي مش شباب اللي هم برضو بتقص ثورة اللي يعني املوا في حياته مثلا يبقى احمد عرابي لما يكبر شوية يركب الحصان ويعملوه تمثال جنب جنب مسلا احمد ماهر بقى شاف السيدة زينب هو امل كده املو كده ده اللي هو الفكر السائد اللي يومين دول بنت تلاقيها احمر واخدر ولابسة البنطروني الجنس راحة فين راح يا ماما هناك ثورة بقى نقف بقى نسقف ونسوت ونسرخ ونزغرت ونعمل اي حاجة اماما يا محمود وربنا يسأل يا ماما يعني نشوف شقة بقى نقعد فيها نجيب لنا عائلين وده اللي ماشي اليومين دول احسن بزنس اتعمل يا جماعة ايام الصورة وكانت انبقى اجنبية بقى تنزب اتفكر بقى بتنزب اتفكر احسن بزنس اتعمل في الفنادق اللي هي موجودة في اللايبريشان سكوير خصوصا اللي هم المطلة على اللايبريشان سكوير الفنادق اللي هم الموتلز مش الهوتلز الموتلز اللي هم الفنادق الصغيرة عاملوا ايه بقى اصحاب الفرادي دول. في مدان التحرير. قال لك ايجار لغرفة خمس تلام دولار. ما انت عندك البي بي سي عايز اتصور ده. سي اني انه عايز يصور. اندرسن كوبر نزل خد له الامين عمل عليهم فلوس. في الهبريشان سكوير. جم مصين. ايه ده? امريكا بيتكلم انجليزي. جاسوس. تاخ الامين. صور يا عام خد شاط حلو. جاي ايه امريكا اه بص انا اتضربت. خد عليهم فلوس بقى ليه توك شو دلوقتي. ما قال لك اندرسن كوبر نزل مصه. يعني صور بقى الصورة بتاعت التحرير. والرجل عمل شغل بيزنس حلو. ورجع امريكا عرض الافلان ديت بتاعته. بقى ليه توك شو. بتفزول امريكي. هي ال 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 الناس بتتتسيد في الماء العكر. اصحاب الفرادي قال لك ما الغرفة بتتأجر بربين كمسين جنيه في الام العادية قصة مع دينا السياحة. والناس ديت عايزة تعمل ايه طب اي صحة في ايه وكانت ابقى اجنبية عايز تأجر الغرفة دي وتقعب بقى ستة الصبح خمسة الصبح وتطلع كاميراتك وتطلع الستاند وتطلع بقى الكاميرات بتاعتك وتصور اللي بيحصل وده حدث صحفي وصدق صحفيليك ومجلتك وهتبقى فوق. ادفع خمس تلاف دولار. الوكالات المباية عملت ايه? دفعت. ما بيجيب الفلوس. دفعت. خمس تلاف دولار الليلة. وهو صحاب الفنادق المتلات اللي هي كان بينيش. مفيش اصلا اي بيزنس اي حاجة. بالنسبة له طبعا ده كده مش هيعرف يعملهم. اللي هو بتاع السياحة. مش هيعرف يدخل الفلوس دي. بقت الصورة وحاليا دلوقتي. اي صحافة اجنبية عايزة تغطي قبر. الفنادي دي موجودة. مخصوصا المتل على الميادين الرئاسية. الميادين الرئيسية. حاجات دي الفنادي اللي هي موجودة هناك دي? احلى فترة ليها ما وما ساقق قاوم عند قاوم فوائده. احلى فترة ليها بتعمل فلوس في الايان ديت. صورات ايه? مصورات. واحد صح منهم مش لاقي حاجة يعملها. يلا يا جماعة فيسبوك قاعدين. ايه يا محمد? يلا ننزل مليونية. ايه حسين? يلا نزل تمنمية. ايه هدى? يلا تسعمية مع بعض? يلا امه بعد يلا ننزل مليونية. مع فادين? ومعنا السندوتيات والاكل بتاعنا والشرب بتاعنا. ولما يقبضوا علينا بقى ترحيلات مع بعض وايه? وهنخش الحاجز مع بعض وهنقعد مع بعض. ولما نطلع الميديا بقى تصورنا ان احنا ابطال. ما ده اللي حصل. هو ده اللي حصل. هو ده اللي تم وهو ده اللي حصل في الايام اللي فاتتوا الايام السابق. كله عايز يطلع على التاني. كله عايز ياخد الشكل الخارجي. كله عايز يوصل انا هو وغيري ما فيش حد. هي دي الفيلم وهو دي القصة وهو دي لعبة السياسة.